أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل لقد حدثت فجوة وفرقة بين بعض طلاب العلم بسبب تجريح البعض للدعاء والعلماء الموجودين فهل من توجيه من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا سمعتم الجواب أنه لا تجوز العداوة بين المؤمنين عموما فكيف طلبة العلم طلبة العلم أولى بالتآخي والمحبة فيما بينهم لأنهم إخوة ومنهجهم واحد فكيف يتعادون إذا حدث اختلاف في مسألة ولها وجه من النظر فلا إنكار في مسائل الاجتهاد كما قال العلماء مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها ولا توجي بالعداوة فهذا من الجهل حدوث العداوة بمثل هذه الأمور هذا من الجهل أو من الشيطان فعلى الإخوان وعلى طلبة العلم أن يتركوا هذه العنجهية وهذا التعادي عند أمور اجتهادية وأمور فرعية وأمور تحتمل يحتمل إن الصواب معك ويحتمل إن الصواب مع أخيك ألا يكون بينكم جفوة ويكون بينكم تقاطع في هذه الأمور نعم